مرحبا بكم متابعينا في مجازي اخبار اليوم اذا مع ابرز العنوين جديد التفاصيل من وزير الصحة والولايات المعنية باستمرار تساقط الامطار الرعدية ومع توضيحات وزير التربية بشأن صلاحية قوائم الاحتياط وكذلك وفات 45 شخصا في الجزائر لهذا السبب ورفع منحات البطالة تطبيق لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ولكن كالعادة متابعينا الكرام لا تنسوا ان تعطروا افواهكم بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تبخلوا فانه شفيعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون ولنتابع تفاصيل مع اول خبر حيث اكد سيادة وزير الصحة عبدالحق سايحي بان الدولة تولي اهمية خاصة للولايات المستحدثة خاصة في مجال الصحة لتدعيمها بهياكل توفر خدمات ترتقي الى تطلعات المواطنين وكما وضح السيادة الوزير ايضا وهذا في جلسة عامة بمجلس الامة والتي قد خصصت لطرح الاسئلة الشفاوية بان الولايات المستحدثة تحظى بعناية تامة من الدولة خاصة في مجال تدعيمها بالهياكل الصحية حيث اشار الوزير في رده على السؤال حول الهياكل الصحية بولاية عين صالح الى ان نسبة انجاز المستشفى المتخصص في الاستعجالات ببلدية عين صالح قد تعدت 75% مرجعا تأخرا في انجازه الى عدة اسباب خاصة منها تغير ارضية المشروع وكذلك ذكره بان مشروع انجاز مستشفى عام بطاقة استعابي 60 سرير ببلدية انغار ولاية عين صالح قيد الدراسة ايضا وبان الولاية ستعزز باطباء اخصائي مطلع شهر مارس القادم مضيفا بان ولاية المنيعة وولاية النعامة ستدعمان بهياكل الصحية ومركز تكوين ايضا على غرار محة تكوين الشبه طبي بولاية النعامة والذي سيستقبل الطالبة شهر ماي القادم مذكرا بان هذا المحهد يوفر 300 مقعد بيداغوجي وكذلك مع خبر ثاني ايضا حيث حذرت مصالح الارصاد الجوية في نشرية خاصة من استمرار تساقط الامطار الرعدية الغزيرة مرفقة بحبات البرد على عدد من ولاية الوطن وتتراوح كميات الامطار المتوقعة بين 20 و40 مليمتر محليا والولايات المعنية بالتساقط هي كل من بيجايا، جيجيل، سكيكدا، عنابة، أطارف، عين الدفلة، أشلف، تيبازا، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزيوزو، البوليدا، وكذلك ولاية الامدية والآن مع خبر آخر مغير حيث وضح سيادة وزير التربية عبد الحكيم بالعابد وهذا في رده على السؤال السيد علي مويلحي نائب المجلس الشعبي والمتعلق بالقوائم الاحتياطية لرتبة مسادي مدير حيث قال وزير التربية بأن عملية استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالمسابقات والامتحانات مضبوطة بنصوص قانونية لسيما المرسوم التنفيذي رقم 12194 والمؤرخ في تاريخ 25 أفريل 2012 والمحدد لكيفية تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارة العمومية وكذلك إجراؤها حيث تنص المادة الخامسة منه على إبقاء المناصب المالية الموزعة على مختلف أنماط التوظيف والترقية القانونية الأساسية مدة 12 شهرا بعد انتهاء السنة المالية المعنية وكذلك التعليم رقم 1 والمؤرخة في تاريخ العشرون فيفري 2013 والصادرة من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المتعلقة بتطبيق المرسوم التنفيذي المذكور سابقا إجراءات إعداد قوائم الاحتياط وصلاحيتها حيث تنص على أنه قصد السماح للمؤسسات والإدارة العمومية استبدال المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات والامتحانات الذين لم يلتحقوا بمناصب تعيينهم في أجل شهر واحد كما هو منصص عليه في المادة رقم 31 من المرسوم التنفيذي رقم 12194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 وتتولى لجان القبول النهائي إعداد قوائم الاحتياط حسب درجة الاستحقاق وكذلك مع خبر آخر مختلف حيث سجلت مصالح الحماية المدنية وفات 49 شخصا بغاس أحادي أكسيد الكربون وكذلك إسعاف وإنقاذ أكثر من 600 آخرين من موت محقق منذ بداية جانفي أجاري وكما وضحت الحماية المدنية عبر بيان لها يتضمن حصلتها خلال الفترة الممتدة بين تاريخ 26 إلى 28 جانفي أجاري بأن مصالحها قد سجلت 5103 تدخل في مناطق مختلفة من تراب الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من ضرف المواطنين وكذلك تدخل لحوادث المرور حيث قامت مصالح الحماية المدنية ب194 تدخل بسبب عدة حوادث عبر عدة ولايات وقد خلفت وفات أربعة أشخاص وإصابة 182 آخرين بجروح مختلفة الخطورة ومتفاوتة فيما تم تكفل بالضحايا في عين المكان ثم إجلاؤهم إلى المصالح الاستشفائية المختصة وكذلك تدخل مصالح الحماية المدنية ب49 تدخل من أجل إنقاذ وإسعاف 130 شخصا لديهم بداية اختناق جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون والمنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه داخل منازلهم عبر عدد من ولاية الوطن حيث تم التكفل بهم في عين المكان ثم نقلهم إلى المستشفى في حالة مقبولة وكما قد تم تجهيل ثلاث حالات وفاة أخرى اختناقا بالغاز في كل من ولاية أملب واقي ووهران وتزيوزو والذي يتعلق بشيخ يبلغ من العمر 72 سنة متأثرا بالغاز المنبعث من متفأة بالمسكن العائلي بأملب واقي وأيضا بولاية أخران وفاة شخصا يبلغ من العمر 61 سنة بسبب غاز المنبعث من متفأة أيضا وكذلك بولاية تزيوزو وفاة شخص يبلغ من العمر 61 سنة رحمهم الله جميعا وبخصوص التقلبات الجوية أيضا التي شهدتها المناطق الشمالية للوطن أشارت ذات المصالح عن إخراجي وإبعاد 144 مركبة وصيارة وإنقاذ 282 شخصا كانوا عالقين جراء الثلوج على مستوى الطرقات لذا متابعين الكرام الرجاء أخذ المزيد من الحيطة والحذر والتأني فسلامتكم قبل كل شيء وكفان حوادث وأيضا مع خبر أخير حيث أنه تطبيقا لقرار سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمتضمن رفع قيمة منحة البطالة من 13 ألف دينار إلى 15 ألف دينار شهريا وكذلك وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تنهي إلى علم المستفدي عن الانطلاق في صب المنحة بقيمتها جديدة بداية من شهر جام في أجهري وكما تؤكد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أن الوكالة الوطنية للتشغيل ستقوم بصب المستحقات في تاريخها المعتاد وهو 28 من كل شهر وأيضا الإشارة إلى أن استحداث منحة البطالة جاءت بقرار من السيد رئيس الجمهورية تكريسا لطابع الاجتماعي للدولة في إطار دعم ومرافقة شريحة البطالين طالبي الشغل وضمانه أساسيات العيش الكريم لهم من خلال دخل يضمن تغطية احتياجاتهم خلال مرحلة بحثهم عن مناصب شغل وبهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم ابقوا في المتابعة ليسلكم جديد الأخبار الجزائر اليومية ودمتم في رعاية الله وحفظه